يبدو أن علاقة الحب بين الأهل وكأس العالم للأندية علاقة متبدلة وليست من طرف واحد الفيفا يعلن اليوم مشاركة النادي الأهل في بطولته المفضلة عام ٢٠٢٥ بعد مشاركته في مونديال الأندية الماضية وصيفاً لبطل أفريقيا عاد الفيفا ليزف خبراً سعيداً على الأهل بإعلان مشاركته في نفس البطولة بنظامها الجديد في ٢٠٢٥ الأهل هيشارك في هذه البطولة لأنه بطل بطولة أفريقيا ٢٠٢١ والفيفا قال إن اللي هيشارك في مونديال الأندية بنظامه الجديد في ٢٠٢٥ هو بطل قررته في آخر أربع بطولات علشان يواصل النادي الأهل أرقامه الكواسية بعدد المشاركات في هذه البطولة العالمية محظوظ النادي الأهل بس الحظ مش بييجي غل الكبار الناجح يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النادي الأهلي يا جماعة النادي الأهلي يا جماعة من حيث لا يدري من حيث لا يدري تأتيه الأفراح دائماً يعني مش كفاية إنه هو كافيل النادي الأهلي تاريخياً كافيل إنه يفرح جماهيره لا دا من حيث لا يدري كمان يلاقي الفرحة والسعادة النادي الأهلي أكتر فريق حصد بطولات أفريقية أكتر فريق في الكارة شاركة في كأس العالم للأندية الموسم الماضي البطولة فجأة تتنظم في المغرب وبالتالي الوداد هيشارك بصفته المنظم فيخش النادي الأهلي وصيفاً لهذه البطولة البطولة الأفريقية يخش كأس العالم للأندية برضو من حيث لا يدري ييجي الفيفا من شوية يطلع النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية في 2025 اللي هيشارك فيها 32 فريق فيقول لك الأربع فرق اللي كسبوا آخر بطولات أفريقية هم اللي هيشاركوا في كأس العالم للأندية يعني من 21 لحد 24 في 2025 هيشاركوا في هذه البطولة فالأهلي كسب كايزر تشيفز في نهاية دولة أبطال أفريقيا 2021 وبقى البطولة فهيشارك في هذه البطولة بغض النظر بقى كسب بطولة 2024 كسب بطولة 2023 ومكسبش هو هيشارك في كأس العالم للأندية محظوظ طبعا محظوظ محظوظ جدا بس ما جماعة الواحد يتعلم من حياته يعني ومن حياة الآخرين ومن العبرة اللي بيشوفها في كل حاجة انه الحظ مش بيجي غير الناس اللي بتشتغل غير الناس اللي بتنجح النادي الأهلي وهو بيكسب كل البطولات الأفريقية المضايا دي ما كانش بيقول انه فيه 25 هيشارك في بطولة عشان هو كسب بطولة 2021 اكيد هو ما كانش بيفكر في كده مش محظر مش عارف بس اشتغل وتعب واكتهد وهتلاقي حاجات من حيثه لا تدري فمبروك للنادي الأهلي المشاركة في هذه البطولة وسبحان الله كان في بعض الأصدقاء النهاردة كنت بتكلم معهم قالك حتى جميع النادي الأهلي وهي زعلانة على مستوى النادي الأهلي في الفترة الأخيرة يجي لها خبر يفرحهم عشان منظومة نجحة منظومة نجحة في مجمل الأعمال يعني لو حضرك عندك تحفظات دلوقتي على إدارة مثلا ممكن ما جابتش صفقات مهاجم تحديدا في يناير الموديل الفني موديل الفني كان عنده أقطاب في المباراة الماضية أمام سانداونز لعيبة كان عندها بعض التكاسل أو يعني ما قدتش بشكل جيد عندك تحفظات في المرحلة الأخيرة دي في الكام يوم الأخرانيين دول بس اتتكلم عن النادي الأهلي منظومة على مدار سنوات طويلة جدا منظومة دائما ناجحة منظومة دائما لا تغيب عن البطولات فيستحق النادي الأهلي حتى لو محظوظ فيستحق هذا الحظ النادي الأهلي يستحق هذا الحظ بصراحة طيب